اشتركوا في القناة اغلب المزارعين في مصر بيواجهوا العديد من المشكلات في عمليات الزراعة وفي عمليات تصدير محصول الفراولة في اطار هذا الموضوع هيتحدث الينا الدكتور مصطفى حمزة محمد استاذ المخضر المساعد بكلية زراعة جمعة بنا اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك يا دكتور دكتور كلنا عارفين ايه اهمية الفراولة اقتصادية وطبية وكلنا عارفين طبعا ان الفراولة لها اهميات كبيرة جدا في الطبية اللي علاج امراض كتير جدا يعني فعايزين نعرف من حضرتك اهمية الفراولة اقتصادية وطبية طبعا بالنسبة عندنا محصول الفراولة بيعتبر من اهم محاصيل الخدر اللي فعلا ليه اهمية اقتصادية كبيرة جدا يمكن من اكتر محاصيل الخدر كعائد اقتصادي عشان كده بيبدأ له بنظر الاهمية بتاعته دي بيبدأ عندنا كمساحة مزارعة تبدأ تكتر كل سنة بالنسبة بردك عندنا لان هي بتخش كاستهلاك توازك عندنا بردك بقى تبطل في التصدير وفعلا مناخ مصر او ظروف مصر في انتاج الفراولة من مسال جدا وفعلا من المحاصيل اللي هي الواعدة فعلا احنا لو اهتمينا بها شوية هتبدأ لها مكانة ومصدر الدخل القومي كبير جدا يعني من المحاصيل الكويسة جدا اللي هي بتدخل فلوس كويسة اه طبعا لان هي بتصدر باسعار عالية يعني ممكن يعني ممكن الناس بردك وبالنسبة بردو اللي احنا ممكن نعرف مكان لحنا على الاتصال كبير جدا ممكن نعرف الناس بردو الناحية الطبية لمحصول الفراولة اللي اغلب الناس ممكن تكون متعرفوش بالتعامل مع محصول الفراولة ومحصول الفراولة الاول هو خضر مش فكاء زي ما اغلب الناس فهمه بالنسبة للفايدة الطبية فيه الفراولة بردك ومصدر جيد طبعا عندنا يمكن اكتر حاجة ما اتميز بها الفراولة محتوى من فيتامين سي لو حمد الاسكوربيك يعني من الخضر الغنية في حمد الاسكوربيك بردك بالنسبة لفيتامينات والاملاح المعدنية لها فوايك كتيرة فيها بردك مضادات اكسادة ليصوى بتاعة الانسوسيانين من مضادات الاكسادة المهمة عندنا فيها حتى اكتشفوا فيها حديثا بالنسبة فيها مادة فنولية لها حمد او الالاجيك اسد دي مادة فنولية او انت او اكسدنت بتعهل جدا في مقاومة السرطان تمام طبعا احنا ممكن نتكلم على المساحة المنزرعة المحصول للفراولة في مصر او نذكر بعض المحافظات اللي بتزرع محصول للفراولة في مصر وبتتعامل معها بشكل سوق محلي او تصديلي تمام بالنسبة عندنا الفراولة بردك كل السنة المساحة بتاعتها بتبدأ تزيد يعني من اواخر التسعينات كده وكل شوية او كل سنة تلاقي المساحة متزيدة بستمرار ما تبدأ تكتشف اللي هي اعطوات كتيرة او بالنسبة ما بيبدأ ازراع ويقررنا بالزراعات الاخرى طبعا خلاص يعني بيبدأ برغم ان تكلفة انتاجة عليها جدا لكن بردك رغم كان فيه اقبال على الزراع بتاعتها بالنسبة عندنا ليه الفراولة كمساحة منزرعة احنا وصلنا دلوقتي حوالي اتنين وتلاتين او تلاتة وتلاتين الف فدين على مستوى الجمهورية ده السنة اللي فاتت آه 2018 السنة دي متوقع زيارة يعني مساحة تتعدى الـ 45 من الـ 50 الف فدين على مستوى الجمهورية عندنا اكبر محافظة تزرع فراولة في مصر البحيرة محافظة البحيرة بياليها الاليوبية والاسماعيلية والشرقية طب بالنسبة لتكاليف بقى زراعة الفراولة بالنسبة للمزارع احنا بنتكلم حضرتك اتكلمت في الاول اللي هي كمحصول اقتصادي مميز جدا بيحقق دخل قومي كبير بالنسبة بقى للمزارع المزارع هيتكلف كتير اثناء عملية الزراعة للأسف اه بالنسبة عندنا في المتوسط الفدين الفراولة الفرش ممكن يتكلفه في حدود من 70 لـ 80 ألف جنيه اسمي ده بقى وكيمويات من اول اعداد الارض للزراعة والتعقيم والشتلات واللغة الانتاج ممكن يتكلفه 60 من 70 لـ 80 ألف جنيه الفدين كفدين واحد مساحة منزارع طب هلا هيلاقي فلوس افادة اكتر بالزبط هو هيحط مثلا 70-80 ألف جنيه هيببى لعجل صد بتاعه يبقى أكبر بكتير جدا هيبقى فيه طبعا حاجة للمحلية وحاجة تتصدر بالزبط يعني هو الاساس اصلا او احنا بنزل على الفراولة الفرش للتصدير يعني يببى التركيز الاساسي عندنا للتصدير لان بالنسبة للتصدير بيتباع بأسعار عالية يعني ممكن مثلا الكارتون الى 2 كيلو ومسلا يتباع بـ 40 جنيه او حاجة لو هنزله سوق محلي يبقى مثلا ينكله بـ 10 جنيه 12 جنيه 15 جنيه طيب فدان صغير شوية يعني بالنسبة يعني فدان مفوض ان هو صغير ان انا اصدر منه واخلي منه للمحليا وكلام ده كله الحجم يعني هل الفدان هيطلع لانتاج كبير هيطلع لكمية كبيرة انت متوسط انت جيت الفدان من 20-25 طن من 20-25 طن بس الفراولة كمسم نمو مسم نموها طويل يعني تقعد في الارض حوالي 9 شهور المزرعة في شهور 19 تبقى الانتاج من اول شهر نوفمبر 2011 الهدف بقى هو مسم التصدير رئيسي عندنا اللي هو من نوفمبر لوقت فبراير او يناير فبراير ده اللي هو مسم التصدير الاساس ودي يعني بتبقى اعلى اسعار للفراولة بتبقى في الوقت ده في الوقت ده اه اللي احنا نتميز محاصيل معينة اقتصادية ممكن نستورد ده بقية المحاصيل لان فعلا احنا بنقول من اهمية الفراولة انا ممكن لو صدرت تن فراولة استورد بيعشين تن امح عشين تن امح عشين تن امح وعشين كي اقول لك الفراولة بتبع بصرع علي جدا في كتصدير يعني برا اغلى من هنا بكتير بكتير الاتحاد الاوروبي بياخد كيلو مثلا تمانية يورو تمانية يورو عن 160 جنيه فمسلا طن الامح ممكن يبقى في المتوسط 4-5000 جنيه لو صدرت خمسة اكين هقدر استورد بيهم مثلا 100 طن امح 100 طن امح وهو كان التماسه كده احنا ممكن قصونا في مصر فعلا احنا مؤهلين نتماسه محاصيل معينة فراولة كنتلوب الفاصولية الخرشوف الفلفل الالوان الطماطم الشري فعلا احنا لو تميزنا في المحاصيل ديه قصونا الاسواق اللي انا مفتوحة الانتاج بتاعنا متميز صفات الجودة بتاعتها بتبع عالية هقدر انافسيها طب نخرج من موضوع اهمية الفراولة والاهمية سواء بقى كمحصول تصديري او محصول طبي ونخش على الاهم المشكلات اللي بتواجه المزارعين اثناء عمليات الزراع اكيد في مشكلات بتواجه المزارعين سواء في الشتلات سواء في الزراع في الارض نفسه يعني عايزين نتناول مع حضرتك بعض المشكلات اللي بتواجه المزارعين طبعا للأسف بردك الفراولة من محاصيل الخضر اللي لها مشاكل كتيرة جدا عندنا اول مشكلة احنا قلنا تكلفة الانتاج بتاعتها بتتبع عالية احنا الفدان بتكلفه من 70-80 ألف كمازاي ما قلنا طيب بالنسبة اول حاجة هزرع بيها الشتلات احنا كل اصناف الفراولة بلاستيسنا مستوردة او تكلفة الفدان عالية بالنسبة لو انا زرعت في الفدان بزور ولا حضرتك تقصد ايه؟ عموما لا كتكلفة انتاج بشكل عام سواء شتلات كتكلفة انتاج عموما او ما بتعد الارض للزراعة الغطمة بتاعت المحصول بتصرف 70-80 ألف جنيه احنا عندنا بس فيه بند التعقيم لوحده لنا لازم انعقم تربة عشان اقل المستخدام المبهدات وانتج مثلا انتاج امن ده الواحده يكلف لهم من حدود من 20-25 ألف جنيه كتعقيم تربة بس طيب بس التعقيم انواع انواع بس هو طبعا الشيع او عندنا اللي هو التعقيم الكمال يعني برومين المصايل او اي بدائل تانية دي بردك بتكلفته عالية وطبعا التعقيم الكمالي تكلفته عالية جلد عالية التعقيم الشمس يا دكتور ماينفعش هو التعقيم الشمس كويس وبينفع بس كفاءته في التخلص من ثبات المرضية الليلة يعني انا بقعد في الارض مثلا بسيب الارض شهرين ثلاثة مش بزرع فيها خصلا لو شهر سبعة وتمانية بس ككفاءة في التخلص من ثبات المرضية بتبع الليلة خصلا اللي احنا عندنا فعلا الفراولة حساسة للامراض خصلا اللي هي امراض التربة اللي هي النماتودة مثلا عندنا امراض الاعفان الجزور امراض الزبول هي حساسة جدا بردك حساسة للملوحة وبالتالي عشان كده احنا قلنا بتركز زراعية تفاربع او خمس محافظات لازم الارض بتاعت تبقى خالية من الملوحة خالية من النماتودة عشان كان لازم نعمل عملية التعقيم عشان نأخد انتاج عالي منها نيجي لنقطة بقت احنا بنستورد الشتلات اصلا او احنا اغلب او كل اصناف الفراولة بتبقى مستوردة يمكن 90 او 95% من الاصناف دي مستوردة من امريكا مفيش استنباط في مصر للشتلات دي يا دكتور للاسف شديد لا طب مفكرواش يعملوها والله فيه يعني بالنسبة فيك السياسة يعني اللي هو المشروع القوم اللي ينتاج تأوي الخضر ممكن في المستقبل نعمل حاجة زي كده بس المفروضي يعني تقريبا يعني المهم اكيد لو فيتا الشتلات كانت مصرية ومعمولة في مصر هنا اتوفر كتير جدا اكيد طبعا هتوفر الفلوس كتير جدا احنا هي دي المشكلة لنا لازما كل سنة بنستورد الامهات او الاصناف الامهات من امريكا لازما كل سنة راح تستوردها من برد وصلنا اما بعمل اكسار لها بتتدهور الصفات بتاعت الصم ودي من اهم المشاكل اللي بتقابل المزارعين ذات نفسيهم او فعلا لو يروح يجيب شتلة غالية ويلاقي النمو بتاعها ضعيف والمحصول بتاعها لاي ما عليش طيب انت تتكلم في فلاح سبعين تبين الف جنيه ده مبلغ كبير جدا من نسبانه اهم حاجة في عملية الانتاج عموما اختيار الصنف او الشتلة تبها كويسة لو اخترت الشتلة كويسة بموصفات عالية 100% هتفضل اصناف يا دكتور اللي حضرتك ترشد بها المزارعين اللي هم يستخدموها يعني افضل هم مقاومة للمرض افضل نمو اسمار بالنسبة عندنا اهم اصناف الفراولة اللي نزرع في مصر فيه عندنا فيستفال فيرتونا عندنا وينتر ستار الوينتر داونت فيلوريدا سوزانا دي اغلب الاصناف اللي هي فعلا مناسبة للسوق المحلي او التصنيع واهم حاجة تصدير يعني بتدى المواصفات التصدير بتاعتها عالية الصمار الكودرة تغزينها بتاعتها عالية وبالتالي بتبها كويسة المطلوبة عندنا ده بالنسبة للشتلات اللي بتواجه المزارع طبعا اللي هو يستورد شتلة بيواجه مشكلة كبيرة بالنسبة للشتلات اللي هو ممكن يواجهها تاني في الزراعة هو كمزارع ومش بيستورد هو كده كده فيه شركات ذات نفسيها متخصصة اللي هي بتستورد الامها هي الاساس الشتلات هتوصل له اسعارها غالية بالضبط هو بيعجيب الشتلات هي الاساس عنده التكاليف ايه ممكن المشاكل اللي هو ممكن يواجهها تاني اثناء عمليات الزراعة طيب دي بالنسبة للشتلات دي مشكلة كبيرة عندنا خصوصا ان فيها يرش كتير بامانة لان طبعا احنا قلنا كل ما بقتر او باخد دورات من الشتلات اللي انا بستورد دي بيأثر او بيضعف عندنا من الشتلات النتجة ومصفات الصنف بيبدأ يتأثر تاني حاجة عندنا برضك اللي هو قلنا تعقيم التربة نحنا طبعا مفيش فراولة فرشة او التصديق لازم يعقم التربة قلنا التعقيم بيبه غالي جدا بالنسبة برضك عندنا للفراولة الفرشة في بيبه فيه مثلا انا عندنا لازم انا عمل شبكتين للرأي رأي بالرش ورأي بالطنقيد اغطي التربة بالبلاستيك الملش انا عندنا طن البلاستيك السنة دي وصل مثلا خمسة وخمسين الف جنيه لو هملش مثلا محتاج حوالي ربعمائة كيلو بياخد طبعا برضك من ضمن التكلفة اللي هو بيبدأ ياخد ده برضك من اكتر بقى المشاكل والكل بيعاني منها المبيدات والاسمدة المبيدات والاسمدة غالية جدا الغش فيها كتير مش متابقة للمصفات ما فيه سياسة سعرية اصلا بتحدى سعر المبيدات والاسمدة عندنا في مصر وبالتالي شركات القطاع الخاص بتستنفذ الفلاح فعلا في النقطة دي ومن برناميكو ده احنا بنطالب اللي فعلا الدولة لازم ان تحط السياسة للتسعرية للمبيدات والاسمدة وضمان الجودة بتاعتها يعني كترخيص تسجيلات كذا بيضمن الجودة لان فعلا المزارعين بيصرفت جدا ويلاقيش مرضوط للحاجة دي الاسمدة والمبيدات مش ممكن المزارعين يخضوها عن طريق حاجة تبع وزارة الزراعة مثلا الجمعيات الزراعية الحاجات دي ياريت يعني احنا نتمنى فعلا لوزارة الزراعة والدولة تخش الشريك مع الفلاح والدعمه وصف المحاصلة التصدرية اللي هي بتتكلب كتير دي لان الفراولة برضا من المحاصلة هي كسيفة العمالة تحتاج عمالة كتير جدا وبالتالي حتى المناطق اللي بتلاقي فيها زراعة فراولة بتلاقي فعلا العمالة فيها احنا ممكن يعني السعر العامل في اليوم وصل 120 جنيه دولة وبالتالي هي تحتاج كسافة عمالة يعني عمالة كسيفة كل اليوم فيها عمالة يعني هي مكلفة من كل الجوانب سوى اسمدة وتعامل دكتور عمروك كمان لنقطة ايه لو الشتلات بقت مصرية وبقت تتعامل في مصر او تتصنع في مصر هتتكلف عدية على الفلاحة بالنسبة برضا عندنا للشتلات يعني طبعا التكلف هتقل لي كتير جدا هتقل لي كتير يعني هو حتى دي السياسة اللي احنا بدلا ما بنستور الأصناف دي يا جماحنا نعملها محالية حتى فرق العملة هيساعد كتير وخصويا الأصناف هتبنوا اقلمة على الظروف المصرية وبالتالي هنبدأ نتميز فيها يعني ده لون النص وده اتجاه عام دلوقتي في وزارة الزراعة وحتى المشروع القومي الميتة الف فدان سواب حتى كان الرئيس السيسي وجه اللي احنا ننتج التقاوي بتاعت الخدر بالذات لان احنا عندنا 90% من تقاوي الخدر بنستوردها من برعة وبالتالي هو في مشروع قومي دلوقتي بدأ يتنفس اللي احنا نعمل او انتاج التقاوي وحملة قومية متمنية وزير الزراعة وكده اللي هي بالنسبة لحملة قومية لانتاج تقاوي الخدر مصريا طب نقدر نقول النص ولا هيبقى فوق شوية ممكن النص تنزل النص يعني لو الشتالات بقت مصرية وبقت تتصنع في مصر هي فيها دكتور تجارب وابحاث نفسها شغالة على الموضوع ده يعني حضراتكم شغالين على تجارب وابحاث في موضوع يعني محاولات حسيسة قوية لان طبعا بالنسبة هي الفكرة للبزراء بتيجي عقيمة من برد احنا عندنا اه في دراسات بحسية كتير عن اكسار بانسل اننا اه بس بردك لازم المزر بلا انت بنستورد ده من امريكا اللي هي الصنف ذات نفسه وبعد كد نعمل له احنا هنا دورات اكسار في مصر اللي هي زرعة الانساجة بقى بنمتج منها ردبة السوبر ايليت الايليت لغة التقاوي المعتمدة اللي هم المزرعين بقى بيروحوا يشتروها او بيعملوا ماشته الخاص بهم عندهم في الارض طب وهتنيل مع حضرتك من نقطة المشاكل اللي بتواجه المزرعين في عمليات زراعة الفراولة نفسها للمشاكل التصديرية بقى يعني احنا زرعنا المشاكل اللي بتواجههم اثناء التصدير سهل اللي هم يوصلوا للسوق الخارجي اللي هم يصدروا الشحن النقل الحاجات دي كلها احنا قلنا في الظروف المصرية في نفسها مناسبة جدا لانتاج الفراولة بمواصفات جودة عالية مطلوبة مفيش عندنا مشكلة يمكن من اكتر الحاجات اللي بتنيزنا اللي احنا فعلا بننتج الفراولة في وقت صعب او اللي انت تلاقي مثلا انتاج فراولة في اي جزء غير دول شمال افريقيا مثلا المغرب تونس الجزائب مثلا فلسطين ممكن احنا في ظروف الجوية في الوقت ده مناسبة للانتاج وبالتالي دي الميزة اللي احنا بتميز بيها اللي احنا بننتج فراولة في وقت مش ايه صعب انتاجه صعب انتاجه لان احنا مثلا بنقول ان المسلم التصدير بيبدأ من شهر 11 لغاية شهر 2 ليه شهر 2 بالزات اول ما اسبانيا بتخش في الانتاج اللي الفراولة بتاعتها تدقى في الانتاج خلاص بيتقفل السوق بالنسبانة لان هم فلاحين اوروبا هم اللي ايه يشتغل انما دي الفترة بتاعتنا وبالتالي انا عايز اركز الانتاج بتاعنا في الفترة دي اللي هم التلات شهور اللي انا اقدر انفسهم وبالتالي لازم اللي احنا هو لازم عظم بقى الانتاجية من وحدة المساحة في الوقت ده عشان يبقى العالق صدر عندنا يبقى بيه المشكلات بتاعت النقل بالنسبة للمزارع اللي هو نقل شاحن عمليات التعبئة والتغليف دي كلها عمليات تصدير اللي محصول بيمر بيها قبل ما يوصل لمرحلة التصدير النهائي فيه مشكلات بتواجه المزارعين او التجار اللي بيصدروا بالنسبة عندنا كاسواق للتصدير الفراولة عندنا مثلا في الدول الاوروبية ودي السوق الرئيسي عندنا لان فعلا بياخدوا باسعار عالية جدا عندنا مثلا انجلترا فرنسا الهولندا بلجيكا ايطاليا دي اهم الدول اللي احنا بنصدر لها الفراولة بردك روسيا عندنا اكبر مستور للفراولة المصرية تعتبر روسيا بالسوق الرئيسي عندنا في التصدير نقول كده ان روسيا هي اكتر دولة اكبر مستورة للفراولة المصرية عندنا هي روسيا فعلا والاتحاد الاوروبية مثلا عندنا انجلترا وزي ما احنا قلنا والمانيا وفرنسا بس هي غالية بره علشان الناس عارفها قيمتها اه او هي لها قيمة بره مثلا غالية بره ما فيش موجودة فراولة والتالي هي بتبقى مستوردة وبالتالي بتبقى باسعار عالية مثلا الفراولة المصرية الربع كيلو او البانس الربع كيلو باتنين يورو احنا بنقول الهناك بفعلا بتبقى بثمانية يورو في الاتحاد الاوروبية يعني المفروض من افضل المحاصيل المفروض تزدرع في مصر مع كل فلاحة هي الفراولة الفراولة والدليل اللي احنا اصلا كده كده بنتوسع فيها كل سنة بالضبط خصوصا وهنا بقى لازم ان احنا نفتح اسواق جديدة طبعا الفراولة احنا ممكن نصدرها طازة للدول ديت او سمار فريش او طازة وبردك بدأ كاتجاه تاني بردك معادل ليه اللي هي الفراولة المجمدة اللي هي الانديفيدوال كوك فريز او الاي كويو اف المصنعة وبيتمد لا مجمدة بس تجميد مفرد بس الميزة بتاعة الفراولة المجمدة اللي انا ممكن اصدرها طول السنة طول السنة وبالتالي دي بقى عندنا لكن الفريش دي بيبقى ليها وقت محدد اللي انا عزم بقى العائد الاقتصادي كمان انا ببردك انا اخد جزء من الانتاج بتاع الفراولة ابدأ اللي انا جمده واخزينه واصدره في الاوقات اللي هي مش موجودة فيها فراولة يبقى انا هنا احافظ على العرض والطلب في السوق المحلزة نفسه عشان كان فعلا الفراولة تلاقي سعرها بقى شبه ثابت في السوق نتيجة تلقيه التوازن بين العرض والطلب بردك كتصنيع الفراولة اللي تقوم عليها صنعات كتير جدا المرباط العصاير الحلويات كده وبالتالي ده بردك بيعمل توازن عن ده هي مهمة في السوق المحلي كمان اكتر سوق محل استهلاك طوازك او التصنيع او التصديق طب بالنسبة بقى للاجبال يعني السوق الخارجي لتصدير الفراولة هو بيبقى متقبل اكتر اللي هو ياخد الفراولة الفرش ولا الفراولة المجمدة طبعا الفرش يعني كثقافة استهلاك طبعا الفرش بيبقى افضل كتير جدا بس كتجميد ده حل بديل عشان اوفرها طول السنة يعني عشان نسد الاحتاجات بتاعة المزرع تحتاج لمكان كبير الفراولة عشان تتزرع يعني هي تحتاج لكذا مثلا فدان او حتة ارض قطعة ارض كبيرة علشان تتزرع ولا ينفع مثلا استغل لمسلا ارض صغيرة وازرع فيها وبرضو على افنوس بص من اهم دي بقى من المشاكل فعلا رئاسية اللي احنا بنعاني فين اللي هي تفتت الحيازات دايما عندنا الزراعة او دايما الحاسة للمزرعين بتبقى قليلا عنده مص فدان 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 فدانين وهكذا طيب انا بقى كمصدر عايز بصدر او بيطلب مني كرسالة او لط مثلا يكون كبير مثلا قال لي حاجة مثلا عشراتين عشرين انا هتكلم في مص فدان او فدان اه لما مركز الانتاج بتاعي في الموكان معين هيبقى سهل اللي انا اشرف عليه اللي انا اخد منه اتابعه فيه عمليات الانتاج وبالتالي ان احنا ننتج انتاج صالح للتصديد عايزين بس حضرتك تقول لنا بعض الاشتادات اللي ممكن المزرعين يتعاملوا معاها مع محصول الفراولة اللي هم يهتموا به من بداية الزراعة والطرق اللي هم يستخدموها صح مثلا في عمليات خدمة معينة عشان يوصلوا بيها الافضل محصول وافضل منتج ممكن اللي هو يبقى كويس في السوق التصديدي والسوق المحلي بالنسبة عندنا اهم الاشتادات طبعا اي تاج اي محصول دايما منوصي اول حاجة اللي هو اختيار الصنف لازم نختار صنف جايد او الشتلات تبقى فعلا لي الصنف وتأكد من مصدرة لان عليها 50% من المحصول هي البزور هي اللي بتيجي من برا وتتعامل شتلات او الشتلة نفسها احنا بتقسر خضري مش بالبزرة هي بتقسر خضري او بعمل عمليات تهجين او انتج الاصناف ومن خلال تكنيج زراعة الانسجة بننتج من الامهات احنا بقى بنستورج الامهات دي من امريكا ماشي المشكلة للشركات بقى اللي بتستورزت نفسيها هي دي لازما اللي انا باختار فعلا مصدر موسوك منه اجيب الشتلات بتاعت منه انا بنتكلف تكلفة عالية وبالتالي دي اهم بند عندنا في الانتاج عمول اللي انا اختار شتلات جيدة من مصدر موسوك منه عشان دخل عليه فعلا 50% من المحصول بيتوقف على الشكل الجيدة او اختيار الايه الشكل يا انا عندنا في مصر فيه كذا نوع من اصناف الفراولة بتزرع مش نوع واحد بس والكل بيزرع لا اصناف اه كذا واحدين منه كل صنف اللي هو مميزاته ولو عيوب بالضبط كل واحد بيختار الصنف ده بناءنا على اللي هو محتاجه او الغرض بالانتاج ايه من اكثر الانواع بقى حلوة في الطعم او سكري مثلا ايه من السكريات احنا قلنا كالفراولة كالمصدر عندنا او نسبة الحموضة والاملاح والبيتاميات فيها بيبقى ايه عالي يعني اه نعم السكر مطلوب بس مش اول لان كل ما زيد نسبة السكريات وقدرة التخزينية بتاعت الفراولة بتقل طبعا عشان كان الناس كتيرا تقولك انا باكل الفراولة بلاقيها احد في سماد معين انا بتديلي للزرع بيديلي سكر زيادة طبعا البوتاس والبورون دول حقسين عندنا في التصدير او في الرفع نسبة ايه السكر بس بردك انا براجي او اختار الصنف دايما بحط المواصفات اللي انا عندي اختار الصنف تكون القدرة التخزينية بتاعته تبقية عالية يعني استمر تبقى صلبة تحمل عملات الاعداد والتداول لان فعلا احنا عنديها نسبة التالف او الفقد بعد الحصاد في المحاصيل القدرة والفاكرة في مصر عالي بيوصل من 20-30% يعني انا انتك تطن مثلا فراولة اللي بيوصل للمستهلك اللي انا اصلا بنتج له الفراولة ده 700 كيلو و 800 كيلو فيه 22 كيلو مثلا بيفقده من اول الحصاد لغاية الوصول للمستهلك ده ودي بردك من الحاجات اللي احنا لازم نرعيها اللي احنا نعتم بعملات ما بعد الحصاد اللي يلبس طهار فست او عاملات الاعداد والتداول عشان نقل الملفاق الده حتى اعتبرون نوع من انواع التوسع بردك اللي انا حافظ عن نوعية وبالتالي اتزور الكمية اللي بتوصل وبالتالي ده هيكون لعاد اقتصادي بردك زي ما احنا شفنا اهمية الدهب الاحمر محصول الفراولة بالنسبة للاهمية الاقتصادية اهمية كبيرة جدا احنا لو اعتنينا بمحصول كبير زي دوت هيبع عائد كبير جدا ودخل قومي على البلد بشكل عام وعلى المواطن او المزارع بشكل خاص في نهاية فاكرتنا بنشكر حضرتك الدكتور حمزة محمد استاذ عفوا الدكتور مصطفى حمزة محمد استاذ مساعد خدر قسم بساتين بكلية زراعة جامعة بنها نورتنا النهاردة دكتور وبشكر زميلي احمد القاضي اللي كان بيشاركني تقديم الفقرة النهاردة وان شاء الله على امل لكاء جديد يوم الخميس القادم التاسعة صباح شكرا